أسجد للرحمن قبل فوات الأوان الحمد لله الرؤوف الودود صاحب الكرم والجود الذي خضعت له الجباه بالسجود وتكرم على الساجدين بالقرب منه وتفضل عليهم بالوجود أحمده سبحانه حمد من منحهم محبته ورضوانه ورفع ذكرهم بكثرة السجود وأشكره جل في علاه شكر من حضي بالقرب منه ونال شرف النظر إلى وجه العزيز الحميد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب سبحانه هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب أمرنا بالسجود ورتب عليه الفلاح والنجاح في اليوم الموعود فقال عزمن قائل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَوْمَ يَوْمَ يَوْمُ الْنَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ إِذَا دَاقَ صَدْرُهُ صَلَّى اللَّهُ أَيْهِ وَسَلَّمْ وَتَكَالَبَ عَلَيْهِ أَعْدَاؤُهُ هَرَعَ إِلَى والسجود والخضوع لمن يقول للشيء كن فيكون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم ارمبنا في سلك الساجدين وامنحنا لزوم غرز الفائزين الذين استجابوا لأمرك وخضعوا لهيبتك وجنبنا اللهم طرق الهالكين الذين أمرتهم بالسجود فغدوا الطرف وامتنعوا فهم في ريبهم يترددون اللهم ارزقنا بكل سجدة من سجداتنا اللهم اجعل لنا بها اللهم يارب بكل سجدة سجدت لك بها وجوهنا ارزقنا بها لدة وزلفا وثباية على الحق واستقامة على الصراط ورفعة منك ومحبة ورضوانا ورفقة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام آمين آمين والحمد لله رب العالمين إخوتي وأحبتي في الله نعود إلى العنوان العنوان قلنا أسجد للرحمن قبل فوات الأوان قبل أن تغرب شمس عمرك وقبل أن يأتك المنادي من الله تبارك وتعالى وقبل أن تلبي دعوة الداعي من الله تبارك وتعالى وقبل أن يحضر ملك الموت على رأسك وهو ينتظر ساعة خروج الروح وساعة قبض روحك قبل أن تحل هذه اللحظة اغتنم حياتك أسجد لله تبارك وتعالى قبل فوات الأوان أسجد للرحمن قبل فوات الأوان لأنه إن لم تسجد في الدنيا جاء يوم القيامة وأمرك الله تبارك وتعالى بالسجود فلن تستطيع إلى ذلك سبيلا لماذا؟ لأنك لم تسجد لله في الدنيا ومن سجد لله في الدنيا كان له شرف أن يسجد لله تبارك وتعالى حينما يؤمر أمام الخلق في ساعة الحشر يؤمر بالسجود يسهل عليه الأمر لماذا؟ لأنه مرغ جبهته في التراب لما كان على قيد الحياة فهذا هو المقصود من هذا العنوان أيها الإخوة فنغتنم نغتنم الحياة ونغتنم الشباب ونغتنم الفراغ ونغتنم القوة والصحة التي أعطانا الله تبارك وتعالى نكتر من السجود لله تبارك وتعالى عسى أن نحضى بالقرب من المصطفى صلى الله عليه وسلم وبالزلفى من الله تبارك وتعالى كما صنر في كثير من الآيات من كتاب الله عز وجل أيها الإخوة المؤمنون إذا أراد العبد أن تفرج همومه وتنفس كروبه فليدن من الله تبارك وتعالى وليقترب منه عز وجل وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة أقرب ما يكون النقطة التي يكون فيها العبد قريبا من الله تبارك وتعالى ألا وهي السجود لذلك أخي المؤمن إذا سجدت لله تبارك وتعالى فاحكي احكي حياتك احكي حالك لله تبارك وتعالى استقوي بالله تبارك وتعالى استغني بالله تبارك وتعالى فهو القوي وهو الغني سبحانه وتعالى أطلب المدد منه عز وجل تدلل بين يديه لكي يغفر لك ما قدمت وما أخرت فأنت أقرب ما يكون إلى ربك أقرب ما يكون إلى ربك أدعو الله تبارك وتعالى فإنه يسمعك تكلم مع الله سبحانه وتعالى احكي ذنوبك وخطاياك لماذا نبكي على الناس ونحكي ذنوبنا للناس ونطلب المعاونة والمساعدة من الناس ونحن مفاتيح الخير كلها بأيدينا ليس بينك وبين الله إلا سجد تتكبر على الله تبارك وتعالى وتحكي حاجتك للناس وتبكي على الناس ابكي على ربك فهو يغفر لك الذنوب وهو يقربك منه سبحانه وتعالى وهو يرزقك السعادة في الدنيا والآخرة لذلك أيها الإخوة إذا أراد العبد أن يكون مرافقا للمصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تحدى بالرفقة الطيبة وإذا أردت أن يسقيك المولى تبارك وتعالى بيد المصطفى شربة هنيئة لا تضمأ بعدها أبدا فعليك بهذا الخبر الذي يجفه لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا وهو كترة السجود فعن ربيع بن كعب رضي الله عنه قال كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل فقلت له أسألك مرافقتك في الجنة قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك فقلت هو ذاك يا رسول الله قال فأعني على نفسك بكترة السجود رواه مسلم لهذا أيها الإخوة فكترة السجود تكسبك رفقة المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تكون في قافلة المصطفى من المتمتعين برضوان الله تبارك وتعالى في الجنة فما عليك إلا بكترة السجود وبالخصوص في التلت الأخير من الليل حيث ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا ومن أراد الرفع أيها الإخوة الأحبة إذا أردت أن يرفعك الله تبارك وتعالى مقاما عليا وإذا أردت أن تحظى بمحبة الله وبرضاه سبحانه عز وجل فكن من الساجدين وكن من المكثرين للسجود لله تبارك وتعالى قال عز من قائل ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ليختم ربنا تبارك وتعالى هذه الآية بأمر غريب في شدة الروعة والولع ألا وهو يقول تبارك وتعالى ومن يهن الله فما له من مكرم يختم هذه الآيات البينات لك تبين لنا على أن كل من في السماوات والأرض هو يسجد لله تبارك وتعالى لكن من أهانه الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى عاش حياة الهوان لا قيمة له ولا منزلة له لا عند الله ولا عند الناس ومن يهن الله فما له من مكرم إلهانك الله سبحانه وتعالى أدلك الله سبحانه وتعالى فمن الذي يستطع أن يكرمك من الذي يستطع أن يعزك من الذي يستطع أن يرفع مقامك ومنزلتك إلا الله تبارك وتعالى وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مُمْ مُكْرِمٍ با كيش وحد اللي غاد يرفع به اللي غاد يرفع من القيمة دياله إلا الله تبارك وتعالى فالهوان أيها الإخوة كل الهوان لمن أبى أن يسجد لله تبارك وتعالى والصرف كل الصرف أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى وتدخل ضمن هذه المخلوقات على عظمتها وعلى كبارها كلها تسجد لله تبارك وتعالى هذه السماوات وهذه الأرض وهذه الشمس وهذه الدواب كلها تسجد لله تبارك وتعالى فتأبى أنت أن تكون عبدا يخضع ويسجد لله تبارك وتعالى على الأقل كن مثل هذه المخلوقات التي لا عقل لها فمن صفات عباد الرحمن أيها الإخوة المؤمنون أنهم كما قال مولانا تبارك وتعالى وهو يحكي لنا صفات عباد الرحمن فقال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما إذا أردت أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى فكن من الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما إذا داق صدرك أخي المؤمن وإذا ذاقت عليك الأرض بما رحبت وإذا كترت همومك وإذا تكالب عليك الأعداء تكالبت عليك النفس والشيطان وتكالب عليك الأعداء فعليك بالهرع أن تهرع لله تبارك وتعالى أن تفر لله تبارك وتعالى أن تسجد لله تبارك وتعالى فهو دواءك وهو علاجك قال مولانا تبارك وتعالى وهو يخاطب نبيه والخطاب موجه لكل من تبع المصطفى صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون نعلم يا محمد أنك تتحصر وتتأسف فلعلك باخع نفسك على آثاره ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ما هو علاجك يا محمد وما هو سلاحك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فعلاجنا من الهموم والمشاكل ومواجهة الأعداء سلاحنا الوحيد أن نسبح الله تبارك وتعالى وأن نسجد لله تبارك وتعالى وأن نعبده حتى يأتينا الموت وحتى نلقى الله تبارك وتعالى أيها الإخوة الأحبة من ذل جبهته لله من ذل جبهته لله وعفر الجبهة دياله في التراب رفعه الله تبارك وتعالى لأنه كما قلنا إلهانك الله سبحانه وتعالى ما كانش إلا غاد يرفع من القيمة ديالك ولكن انت إلهانك نفسك أمام الله سبحانه وتعالى يرفعك مولانا تبارك وتعالى من دل جبهته لله أكرمه الله برفع هامته يكون العبد وقتها رأى مرفوع الهامة يعني هذا العنق دياله غدين قيمة كي يلقى الله تعالى بالوجهة الحمر لماذا؟ لأنه دل النفس دياله في الدنيا فأكرمه الله تبارك وتعالى ورفعه سبحانه وتعالى ورفع هامته ثم تبته ونصره كي يرفع الهامة ديالك تتولي عند القيمة ومنزلة عند الناس ثم كيتبتك الله سبحانه وتعالى ثم كينصرك الدليل هو قول الله تبارك وتعالى فهذا السجود لله تبارك وتعالى كان هو السلاح الذي واجه به المؤمنون صحرة الذين واجهوا به صحرة واجهوا عدوهم لهو فرعون فسجدوا لله تبارك وتعالى لما ظهر لهم الحق سجدوا لله ساجدين فألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فهذا السجود لله فيه إخلاص وفيه صدق وفيه توبة وفيه كل شيء كانت النتيجة أن الله تبارك وتعالى ثبتهم ونصرهم على فرعون فكانوا في أول النهار كانوا كفرة سحرة وصاروا في أول في آخر النهار سهداء بررة كانوا من الفائزين ومن المفلحين وتبتهم الله تبارك وتعالى حتى لقوا حتفهم فكانوا من الفائزين فوقفوا أمام تهديدات فرعون وقفوا كالجبل وكالطود العظيم لم تحركهم تهديدات الفرعون ولا أي شيء حتى لقوا الله تبارك وتعالى وقالوا وقتها فاقض ما أنت قاد افعل ما شئت لما تبين لهم الحق قالوا لي فرعون اقض ما أنت قاد فإنما تقضي هذه الحياة الدنيا أيها الإخوة الأحبة من أراد الفلاحة والفوزة فليكتر من الركوع وليكن من الساجدين قال عز من قائل وهو يخاطب عباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون جعلني الله وإياكم من الراكعين الساجدين من الفاعلين للخير حتى نكون من المفلحين آمين آمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أدعو الله يستجب لكم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين إخوتي وأحبة في الله إذا كنت اليوم من الساجدين تكون يوم القيامة من الفائزين لذلك ينبغي أن نسجد اليوم قبل يوم القيامة حيث يتمنى المعرضون أو العارضون عن دعوة الله سبحانه وتعالى غدين قيامة كي يتمنى أنهم يرجعوا للدنيا لكي يسجدوا لله سجدة واحدة ولكن هيهات هيهات من سجد اليوم كان له الصرف أن يسجد غدا يوم القيامة قال عز من قائل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يدعون إلى السجود فلا يستطيعون لأنهم ما سجدوا لله سجدة واحدة في الدنيا كيف يسجدون يوم القيامة لا يستطيعون يتحصر الممتنعون عن السجود يوم القيامة ويتمنون الرجوع إلى الدنيا قال عز من قائل وهو يحكي حالهم ولو ترائد المجرمون ناكس رؤوسهم حدر الريوسم حسمه ماشي بحل المؤمن ليس في الدنيا كيف يرفع الرأس دياله ولو ترائد المجرمون ناكس رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون نمتأكدين نمتأكدين بأننا إلى رجعتنا للدنيا يا الله سنسجد وسنركع وسنعبد الله سبحانه وتعالى إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين لكن هيهات 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 لا يمكن الرجوع إلى الدنيا أبدا إذن أيها الإخوة المؤمن الساجد لله تبارك وتعالى يكون في غاية السعادة سعادة ما بعدها سعادة وفرحة لا تعدلها فرحة وفوز لا يضاهيه فوز ونعيم لا يعدله نعيم لماذا؟ لأنه وضع جبهته على الأرض ساجدا لله تبارك وتعالى معترفا بذنوبه وتقصيره هذا في الدنيا فكان الجزاء أن الله تبارك وتعالى أدخله جنات عرضها السماوات والأرض قال عز من قائل وهو يحكي حال الساجدين لله تبارك وتعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا دكروا بها خروا سجدا إذا دكروا بآيات الله خروا سجدا امتتلوا أمر الله خروا سجدا ولم يكفروا ولم يمتنعوا عن السجود إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا دكروا بآيات ربهم خروا سجدا لله تبارك وتعالى إذن وهذه أيها الإخوة هذه الكرامة لكيكرم بي الله سبحانه وتعالى مولانا تبارك وتعالى حيث يقول فلا تعلموا نفس بعد هذه الآية قال الله سبحانه وتعالى فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون هذه الكرامة إنما هي لأعلى أهل الجنة منزلا حيث يقول مولانا تبارك وتعالى في الحديث القدسي يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بصر في الحديث الذي رواه أبو مسلم من حديث أبي هريرة قال ابن سيرين في تفسير هذه الآية قال ابن سيرين المراد به هو النظر فلا تعلموا نفس ما أخفي دكش الاخفار من الله سبحانه وتعالى غيبين لمن قيمة هو النظر إلى ذات الله تبارك وتعالى وما أعظمها من منزله أفضل شيء في الجنة أن يمتعك الله تبارك وتعالى بالنظر إلى ذات الله قال ابن سيرين هو المراد به النظر إلى الله عز وجل وقال الحسن رحمه الله قال بأن هؤلاء القوم أخفوا أعمالا فأخفى الله تعالى لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت هؤلاء عملوا العمل في إخلاص وصدق فأخفى الله تبارك وتعالى عنهم الجزاء فأكرمهم يوم القيامة بهذا الخير العظيم فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فنكن إخواني وأحبة في الله نكن في سلك الساجدين ونتوكل على العزيز الرحيم الذي يرانا حين نقوم ويعلم تقلبنا في الساجدين ونحذر أيها الإخوة الطريق للهالكين المعاندين الذين قال فيهم مولانا تبارك وتعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن لا يسجدون وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تأمرهم بالسجود ثم يزيدهم ذلك نفورا وابتعادا عن الله وعن منهج الله وعن الخضوع لأمر الله تبارك وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيدنا من هؤلاء الناس فهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون نسألك اللهم أن ترزقنا أن نلزم غرز الفائزين المستجيبين لأمر الله الخاضعين لهيبتك سبحانك الطائعين لأمرك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون اللهم اجعلنا من المفلحين اللهم اجعلنا من المفلحين اللهم اجعل لنا يا رب بكل سجدة من سجداتنا سلاحا نقاوم به أهواءنا ونظحر به عدونا واكتب لنا اللهم بكل سجدة فلاحا ونجاحا وأعنا اللهم على كترة السجود حتى نحظى بتفريج الهموم والكروب ونفوزا برفقة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له الحق علينا رب ارحمهما كما ربون صغارا اللهم جاجهم عننا بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم باعد بيننا وبين هذا الوباء كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم أبعده عن ديارنا وعن أهلنا وعن أحبابنا وعن مساجدنا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واقضي حوائجنا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة سنبحان رب العزة عما يوما يتكون انتفادي صحيحون وجمع سوية الشيء bam اب policies اب اب اب